بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم نصيحة يعني بقدمها النهاردة وبقول متفارغا في مجال الزراعة متفارغا متفارغا مش أنا اللي قلت كده ده مؤلف اسمه تودي هنري في سنة 2013 عمل كألف كتاب اسمه داي ام بي تي او متفارغا متفارغا خد الفكرة بتاعت الكتاب دي منين يا جماعة اللي طبعا حقق نسخة عالية جدا وكاتلي ضجة جامد الكتاب ده فخد الفكرة بتاعته منين خد الفكرة بتاعته من ان بيقولك ان كان فيه مدير امريكي اجتمع بيه الفريق العمل بتاعه وسألهم سؤال حاب يشوف الوضع البشر فقال لهم يا جماعة اغنى مكان في الارض فين فقالوا له اغنى مكان في الارض فين فيه ناس قالت له في الاماكن اللي مستخرج منها الماس في افريقيا او ارض الماس في افريقيا فيه ناس قالوا له طبعا ارض الخليج لان فيها صروات معدنية كتير كالبترول وخلافه قال لهم لا جماعة وطبعا فيه تبايم كتير فيه الاراء والردود والاجابات اللي حصل عليها الراجل فطبعا قال لهم لا جماعة انتم اغنى مكان في الارض هو المقبرة هو الايه هو المقبرة قالوا له ليه قال لهم لان فيه كتير من فيه افكار فيه ناس ماتت ولديها افكار ولديها جهد كبير ولديها نظريات كبيرة كان ممكن ان هي تقولها وتنفع بها البشرية ولكنهم ماتوا وهي ما تزال بداخلهم وهي ما تزال بداخلهم وقال لهم طبعا الراجل بيقول اختر دائما ان تموت فارغا موت فارغا تعبير بليغ وجديد وفريد للوهلة الاول انا قلت المقدمة دية لي يا جماعة قلت المقدمة ديا عشان كنت عايز ازور مزرعة معينة في دولة عربية اسلامية تمام وطبعا قال لك لا ما تزورهاش لان فيها تكنولوجيا عالية تكنولوجيا عالية يعني ايه يعني انا مش فاهم تكنولوجيا عالية يعني ايه يعني فيها ايه انا مش فاهم تكنولوجيا عالية المهم يعني اتصورت المزرعة قال لك لو حتى هتدخل يبقى تدخل من الخارج بس تبص من خارج ممنوع تدخل جوه والكلام ده كله طبعا هيتطلع لك إذا فهيليسوف يقول لها عم العلم بتاع علم إيه أبو علم علم إيه أبو علم علم إيه أبو علم إنت كمان العلم إن ربنا يكرمك فيه النبات بتاعك دهو وإن ربنا قال أنتم تزرعونه أم نحن الزرعون فموت فارغا من كل شيء كويس في داخلك طلع التقات الكاملة اللي في داخلك ما تموتش بصحتك محدش بقول لك هين نفسك ولكن اتقن العمل بتاعك متفارغا من كل الطاقة الإيجابية اللي عندك إذا كانت أفكار إذا كانت خدمات للبشرية إذا كان إز 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 لحد الصبح بقول لك يعني خلي متفارغا حتى النبع للصلاة والسلام يعني أنت تموت فارغا إزاي النبع للصلاة والسلام قال إذا مات أحدكم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة اللي هي شكلة الناخيل الصغيرة واستطاع أن يغرسها فليغرسها تمام؟ إصرفيه النفق في الصور وكل الدنيا أيمة وإنت في إيدك فسيلة لو عرفت تغرسها إنه بقالك تغرسي ليه؟ لأن أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لأخرتك كأنك تموته إيه؟ تموته غدا تمام؟ فليه ما نكونش ليه ما نموتش فارغا في الزراعة كل اللي عندك طلعه سوشيال ميديا مليانة بس أهم شيء أول حاجة إنك أنت ما تاخدش مجهود حد تاني حاجة إنك أنت تكون المعلومة اللي عندك معلومة صحيحة ومتجربة عشان برضو ما تضرش حد لأنه لا ضرر ولا إيه ولا ضرر تموت فارغا تعبير بريق جديد وفريد للوهلة الأولى تظن إنه عادي ولكن تموت فارغا من هموم الدنيا من ألمها من المعاصي والأسام من كل شيء تموت فارغا به حتى لو أنت بتحب المدام ولا أنا بحبك بلاش تكتم كلمة الحب يعني في قلبك تمام؟ فموت فارغا في الزراعة كل الأفكار اللي عندك يريد تقولها لأن أنا لما حصل معايا كده أنا قلت هو يعني أنا سازج للدرجة دي مثلا يعني لا مش سازج ولا حاجة بس هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيزين لكل أمة عملها وبزين لكل واحد عمله ممكن نعمل المعاصي والمشاكل وربنا بزينهول يعني إن ده خلاص هو انتخذ تعليق كده فربنا طبعا على قلب الإنسان فزينهوله إنه هو الشيطان طبعا إنه ده هو عمل كويس جدا إنك تحبر على العلم اللي فيه إدماغك تمام؟ فاللي هو مثلا عمل بقولك أنا عندي تكنولوجيا عالية هو أنت اللي عملت عملية انقسام الخلايا في النبات هو أنت اللي عملت عملية التطور التطور والنمو بتاع النبات هو أنت اللي شكلت الألوان بتاعت النبات يعني النهاردة الطمطم ها خضرة بعد ثلاثة أربعة أيام هتبدأ تحمر كده؟ أنت اللي عملت تدرج والألوان دي بتاعتها؟ أنت اللي سكنت السكر في نبات بيكون مر والتاني بيكون حلو يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل؟ أنت اللي عملت كده؟ أنت اللي عملت التكنولوجي ده يعني؟ أنت اللي خليت الزتون يتحمل ونخيل البلح يتحمل الأملاح والفصولية والفراولة ما بتتحملش ولو ريح يتأملاح؟ أنت اللي عملت كده؟ هو سيادتك اللي أنت عملت العناصر الثلاثة وعشرين اللي موجودين في الطبيعة دول هو أنت اللي عملتهم؟ هو أنت اللي عملتهم والله ربك اللي عملهم؟ أنت اللي حطيت الأكسجين والنيتروجين وسانوكسيد الكربون؟ أنت اللي عملت الإضاءة اللي لو لاها اللي هي الشمس والقمر لو لاهم ما كان فيه أساساً أي نبات اللي عملت البناء الضوئي؟ طب سيادتك خد الزرع اللي سيادتك بتوع التكنولوبيا بتاعتك وحطه في قضة مظلمة وشوف النمو بتاعها هيعمل إزاي؟ ولما تشوف كده تقوم تتوضى وتصلى رجعتين لربني وتموت فريغاً من كل اللي في دماغك خليك محترم دخلت الدنيا محترم ما تفقه شيء تخرج اخرج من الدنيا زي الشيخ الشعراوبة قالك وأنت أنا مش شيخ والله ولا حاجة أنا بقول لكم أنا ممكن أكون أي حاجة أعتبرها ولكن أنا بقول لك على حقيقة ممكن ما كنش بعمل اللي أنا بقوله ولكن ربنا سبحانه وتعالى سامحني أنا بقوله والله اللي أنا شايفه تمام؟ ها تعمل بالل أنا بقوله أهلاً وسهلاً مش عايز تعمل اللي أنا بقوله أهلاً وسهلاً فموت فريغاً في الزراعة جارك فلاح جارك مزارع شفت عنده غلط شفت عنده بوادر ندوة وأنت الواد الفيت تقوله عمي فيه بوادر نغوة هات شوية مبيد نحاس ولا شوية منك وزيبه رش الأرض بتاعتك ولا أي حاجة شفت شوية بوادر ده بوادر ده بوادر ده شفت بوادر ما تقولش لا ده هيعديني لا مش هيعديني ولا حاجة الرز وفي السماء رزقكم وما ايه وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مسلمة أنكم تنطقون لدرجة أن أحد العلماء بيقولك إنه هو يعني يعني صرخ وقال مين أخضب الرحمن حتى يقسم بذاته يعني في مسألة الرزق يعني في مسألة الايه في مسألة الرزق ويقوله إنه فيه أحد العلماء شاف القطة القطة كات يعني سمها زي ما تسميها أو البسة زي ما تقول تمام زي ما تقول يعني لو أنت من طبقات الاستخراطية هتقول كات لو أنت من طبقات النص نص هتقول قطة لو أنت من طبقات الفلاحين المعدومين زي هتقول بسة تمام اتفقنا المهم لو ايه الامام شاف القطة بتاخد بتاخد اللهم صلى الله عليه وسلم بتاخد قطعة لحمة وجرت فقال والله لاتبعنا فالمهم جري ومشي وراها فلاقاها ايه وقفت قدام وح وحطت ايه حطت حتة اللحم فانتظر الامام فقال لقيت سعبان طالع ولكن السعبان اعمى لا يرى فقلت سبحان الله يعني لما السعبان ما كانش كان اعمى لا يرى فربنا سبحانه وتعالى الف ما بين قلبه وقلب القطة رغم ان ايه اللي فيه بينهم من العدوة ما فيه يعني تمام بحبوش بعض غالص تمام ولكن لما ربنا جعل الرجل على القطة دهيت فشوف هي عملت ايه وقالف بين قلوبهم عشان تكون سبب فيه الرزق الوحدة الرزق تمام فما تخافش من فوقات الرزق طالما خزائن ربنا سبحانه وتعالى موجودة سيدنا سليمان بن داود زي ما بنقرأ في الاثر انه هو طبعا سأل النملة وكان طبعا كان بيفهم لغة الطير والحيوان وكل شيء فالمهم قال لها تبتاكل كم حبة قمح في السنة قالت له باكل حبتين فالمهم خدها وحبسها في قرورة يعني زجاجة وقفل عليها وبعد ما مرت سنة جي لقاها كلت ايه كلت حبايا واحدة وسابت الحبايا التانية قال لا قال لا انت تكذبين على نبي الله سليمان قالت والله ما كذبت عليك ان اكل ايه حبتين في العام ولكن هذا كان عندما كان رزقي على الله اما وان كان رزقي عليك فخشيته ان تنساني لما كان رزقي على ربنا كنت باقول ايه حبتين في السنة اما لما انت حطتني وحبستيني كده خفت انك تنساني لان رزقي اصبح ايه مرتبط بالقصة بالسجن فهمني بالسجن اهيانا من السجون وطبعا نصر بلد السجون من ايام سيدنا يوسف ده معروف عنها يعني من ايام يوسف الصديق وهي بلد السجون مشهورين احنا بكده وقدين ده احنا سجون خمس نجوم يعني قالت ولا ايه لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الايه من الخاسرين قال رب السجن يعني السجن من ايام زمان واحنا باد مشهورين يعني احنا وقدين الايه الاول يا ربنا ياخد الظلمة يعني تمام فا بس يعني ده اللي احنا عايزين نقوله فالافكار اللي عندك قولها وما تخفش من الرزق بتاعك هيجي لك والله ايه ويمكن آآ يجي لك رزق كتير بس ما يبركش فيه امكن يجي لك رزق قليل وربنا يبريك لك في ولد انت بتربيه او في بنت انت بتربيها او الكلام ده كله ده فموت فارغا من الزراعة في المجال بتاعي موت ايه موت فارغا آآ الكل البشرية بتقول موت فارغا موت فارغا موت فارغا من كل الافكار الكويسة اللي عندك من العلم اللي عندك فرغوا قبل ما تموت روح المقبرة الصحة بتاعتك ما فرغها قبل ما تموت بره وتروح المقبرة حبك للناس فرغوا وآآ قبل ما تروح المقبرة خليك انسان كويس آآ وفي الاخر هقول لك آآ وأحسن كما أحسن الله إليك شكرا لحضراتكم وأنا مش الشعراوي بر ولا شيخ الأزهر شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته